تلبية دعوتنا خلينا نعرف أولاً وشي ناس الخير؟ ناس الخير بوسماعيل هي مجموعة تطوعية سنة أفير و 13 من مجموعة شاباب من مدينة بوسماعيل أعمال المجموعة بصيفة عموة كل ما يخص أعمال تطوعية على مدار العام من زيارة المستشفى الدير العجازة التكفل بالأيتام قفة المعوزين والأهم هو وإعداد مائدة رمضان لفائدة عمير السابق جميل جداً نشكركم دورنا على هذه المجهودات القيمة والمباركة التي تقوم بها ونرى مطاعم الرحمة بعيوننا في العاصمة وفي كل ولاية الوطن كيف يتم الإعداد لموائد الرحمة عبدالوهاب؟ موائد الرحمة هي المجموعة ككل عام هذا العام العاشر للمجموعة التي تعد هذه المائدة لكل عام نجتمع أعضاء المجموعة قبل رمضان حوالي شهر شهرين بإعداد مخطط بش نديروا في المائدة هادية نشوفوا كامل وشي خاصة للمو المجموعة هادية أول خطوة هي الحط السلات في فليسو بيرات الهدف هو جبع المواد الغذائية نعم وعندنا نشكر بالمناسبة نشكر جميع التجار اللي يراهم سعدوا في العملية سعدوا في العملية هادية والخطوة الثانية عدنا وثاني في خلال شهر رمضان تقوم مجموعة كل سبت على الساعة الخمسة صباحة بالتوجه إلى سوق الحطاطمة الخوضة والفواكه لاقتناء الخوضة بالمناسبة كذلك نشكر جميع التجار سوق الخوضة لمدية الحطاطمة وفيما يخص اللحوم تعتمد المجموعة على المحسنين والمجموعة أيضا المصادر تلك المجموعة تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي صحيح تلك المجموعة لا تتعامل بالنقود يعني أي واحد يريد أن يتبع المجموعة يحضر كالدان ديلكتور مون الوسمون اللاصل بالمناسبة ثانية نشكر صاحب القاعة نعم شكر لكل من يساهم في هذه العملية الحبد وهاب وأنتم صايمين ونحسنين وبعد عن الأهل ومتعوبين يعني متعب العمل التطوعي في شهر رمضان ليس كذلك بالضبط يعني اليومية المجموعة تبدأ على ساعة حوالي 11 صباحا يكون نسوة مجموعة الناس الخير بإعداد الخضر مع الطباخ شكر له موصول وبعدها المجموعة مقسمة على ثلاث مجموعات يعني الفترة الصباحية خاصة بالمجموعة النسوية للتعاول للطباخ ها فيه نساء يعملوا معكم مجموعة تكون من شباب نساء ورجاء من خيرة شباب المدينة جميل الثاني هذه فترة أولى فترة صباحية والفترة المسائية مجموعة من قسم على مجموعات هما اللي يتكفلوا بالناس اللي يجو يفتروف على مستوى المطعم يتكفلوا يعني يوجدوا القعام توزيع القال للطعام توزيع الطعام وكامل وبعدها يجو اللي زفيت عبي سابين يوزيع لهم الطعام وكامل وبعدها موراها يديروا عملية النظافة جميل وهذا العمل التطوعي اللي قوموا به هذي الشباب اللي يلقاهم على باقي الأذى النصف ساعة وهم جيعانين مساكين ونحسانين وبعد على أهليهم يحضروا في طاولة ويقسموا في الطعام للناس هل يتقضوا أجر على ذلك أجر تعناه وعند ربي سبحانه قلنا صح حاجة حاجة ماشي سهلة هو أن نعتبره كالجهاد صحيح خاصة اللي يخلي أهلك اللي يخلي عيدهم ما يفطرش معها وفيها تعب يوميا عندنا إفطار تحاول 120 شخص على وصلا والمطعم و يوميا هذية جهد وفيها تعب وتعب ثم من الخمسة يبدل عامل الشاق من الخمسة حتى العشرات يالليل من خمسة تاع الصباح نا من خمسة تاعشية مجموعات مجموعة تاعشية مجموعة تانية مقصومة على ثلاثة تصباح كل يوم يخدم مجموعة نعم وكلهم شباب عبدوهاب فيه كبار فيه صغار كلهم شباب يعني متوسط الحمار حوالي خمسة وثلاثة ثلاثة ثلاثة وكائن نيسا معنا ثاني الشوك الموصول لكل متطوع في المجموعة وكل متطوعين عبر الجزائر نعم طيب عبدوهاب وش هو أصعب شيء في العمل التطوعي خاصة فيما يتعلق بموائد الرحمة للمتطوعين هي الهدف المجموعة توجر إفطار صائب طالب المجموعة وكائن مجموعة اللي احتاجوا دعم بتاع الناس الخير احتاجوا الدعم بتاع الناس المحصين لفصقي المجموعة تمشي بيهم المجموعة الناس الخير هي واسطة بين الناس الأغنية لرب العمالهم وناس لعابر السابين لما يقدروا ما مش لحقين نعم هي حلاكة واسط حلاب باش نقول هبزة واسط من هادو هادو هي تكون صعوبة في التموين خاصة الشهر رمضان تكون شوية ضغوط تكون شوية تكون شوية في القط هذا لك ما دبينا سواء حلاب الجالي بتاعنا ومرحبا بأي إنسان متطوع مرحبا بهم أبواب المجموعة مفتوحة للجامع يحب يجي شوف الصداقة وين رحي تروح يجي ونحن أقول المجموعة لا تتعامل بالأموال تتعامل بالصداقة صحيح يحب يجي يشوف على مستوى المطا مرحبا به في أي وقت جميل العمل التطوعي يحتاج وقت ويحتاج مال ويحتاج جهد أنتم محتاجين هالثلاث أمور كلها إماجيني كلها كل سبت المجموعة يروحون من الخبسات أصبح صحيح ثلث ساعة أحتى لحداش تعال غير فيجان باش نتجيبوا الخوضر والفواكه فيجان الناس اللي رح يجون الحشية بسكو مسؤولية نعم صحيح صحيح تعمية وعشرين واحد لازم تشوف كيف هش لدي المجهود تاعة بسيطة باش غد توكلهم عبدالوهاب بالنسبة للي جوكم في الموائد الإفطار الفقراء والمحتاجين فقط والفيه موظفين عمال بعد على أهلهم ناس مرضى محتاجين من يعي لهم قبل عامين حوالي تمنس الهوات المجموعة كانت كنا ندير لفائدة العائلات المحتاجة مع الكوفيد وكذا يعني تما حوالي 8 سنوات ونحن نمد هذو اللي عم يتورب بسبب نقص التمويل واللي نمد غير على مستوى المطعب صحيح فيما يخص الناس اللي تكون معنا الناس الفقراء وتاني عبر السابر فيما يخص سواء العائلات ولا الأشخاص بحد ذاتهم يكونوا أتمنى لكم كل التوفيق سيد في عدل ورحب وأنت متطوع بمجموعة ناس الخيل ببوسماعيل أتوقع عندهم ما يحدث في بلدية بوسماعيل بلدية هي نعم يحدث في كل بلدية الجزائر حاجة تشرف هذه نعم صحيح فقط تروح لنشوفوا مطاعم مطاعم الرحمة شوفهم أم بي بارتو هذه حاجة مليحة هذه حاجة ربي جزي كل إيسا كل محصن كل إيسا له يتعبش يوصل لقمة للإنسان والعرف أجل إفطار صائم أحنا أولا فخورين بكم بهذا العمل اللي قاعدين تديروا فيه وثانيا نتمنى لكم كل التوفيق ونثمن هذا العمل لأنه يمثل إنعكاس لمظاهر التكافل في المجتمع الجزائري عبدالوهاب بقيكم أعتقد 24 يوم شهر رمضان 24 يوم من العمل التطوعين أتمنى لكم التوفيق في مباقية من هذا الشهر لكم ولكل جمعيات المجتمع المدني فيها الجزائر كل نجاه رسالة كل متطوعين وبرك الله فيكم ونقول كل إنسان افعلت خيرا ولو استصغرته فلا تدري أي حسرت تدخلوك الجنة جميل جدا نشكروك عبدالوهاب هيف أنت متضوع بمجموعة ناس الخير بأبو اسماعيل كلمة أخيرة أعطيكم صحة أشكركم كامل محسنين أشكركم قالت الله نهار مرة أخرى على الاستضافة هدية ونعود ونكرر أبواب الناس الخير مفتوحة لكل إنسان يحب يععمل شكرا جزيلا عبدالوهاب أعطيكم صحة مشاهدي الأفاضل نواصل موعدنا الإخباري الأول